طيب دكتور ريتنشن ما هتقولها سهل اهو دكتور ماشي فهمنا يعني ايه ريتنشن يعني ايه ديريكت ريتينر ومين اللي بعمل ريتنشن كل حاجة مفهومة وانا معاك في كل انت قلته وزال فل وميت فل وعاشر اقول لحطك بس انت انسيت حاجة مهمة اقول لحطك بس انت انسيت حاجة مهمة ان انا دايما بزود طبعا لازم ازود بيقول لحطك ايه بخلافة ديريكت ريتينر انا عندي حاجة اسمها الانديريكت ريتينر لا اله الا الله ولا حولي ولا قوتي الا بالله او انا خلصت من ديريكت ريتينر عشان تقول لي يعني ايه ديريكت ريتينر هقول لك اهو الموضوع ببساطة وعشان من غير تعقيد وانا عارف ان انت اللي هيجي فيكم يقرأ الكلام ده كده بسم الله الرحمن الرحيم ايه اللغر اعتماد دي ايه ده انا بفك التعويز دي ولا ايه سحر اللهم ما ان كان هذا سحر ومفطله الموضوع يكاد يكون في البداية صعب لو فهمت الحفظ يبقى سهل لو فهمنا الحفظ يكون سهل طب يا دكتور افهم ايه انت عايز تفهمني ايه عايز افهم حدوتك الآتي زي ما حدك شايف المنظر اي حدك شايفه ده كده عادي شكلي يا دكتور ده شكل ايه ده شكل ايه قادي المنظر بتاع الكلاصب قدام حداتك اهو ده كلاسبة صح او بنفسي السمعه ويتampar هو الشكل مختلف فعلا بمره بمره مشكل 뭣 وهذا ظلفي الخفز وهذا هي ت 따jwo السمع يعلم وهذا ت classmates 6-8-8ные بتاحبيذ اي شديدة هتقول لي يا دكتور لكني هذه ليست الصورة التي تعرفها عن ال列ب الـ Direct Retainer الثاني كان كده كان شكله عامل كده أكلوز الرست هاي طلع يعني لما نيجي نبص عليه من فوق قادي يا دكتور الـ Direct Retainer اهو او الـ Clasb كان أكلوز الرست طلع منها دراع اسمه وطلع منها دراع تاني اسمه الدراعين طلعين منها يعني بص كده يا دكتور وركز معي اهو الدراع ده طلع من هنا والدراع التاني طلع من هنا اهو ايه بقى ده؟ ايه ده انت بتتحكي عليا او ايه؟ اقول لحياتك لا ببساطة قادي الرست اللي انت متعود عليها عادي زي ما هي وقادي الدراع التاني اسمه طلع منها اهو زي ما هو مفيش اي مشكله وما الاختلاف في هين؟ الاختلاف في الـ Retentive Arm الـ Retentive Arm ده جاء بدل ما يطلع منهم كده قال لهم يا جماعة انا مليش دعوة بيكم انا مش هطلع منكم ليه؟ قال ببساطة شديدة كده ليه مبرر اين مبرر بتاعه؟ قال ببساطة يا جماعة هو ده السنة دي ايه؟ قالوا له دي القبر فوق قال لهم معلش بس القبر فور دي دي بتظهر ده دي منطقة حساسة جدا حساسة يعني ايه؟ حساسة المريض يعني المريض لما يجي يفتح بوق القبر فور ده لما يضحك القبر فور هايزهر يعني كل ده الـ Retentive Arm اللي بيقول لهم يعني فالمهم قالوا له تعبوا وبعدين قال لهم انا لو جبت حتة الحديدة اللي انتم متعودين عليها وطلقت كده بحتة حديدة من هنا هكون باين اوي فهدي حاجة اسمها باد استك هدي حاجة اسمها باد استك طيب وبعدين يعني عايز ايه؟ فقال له حالتك بدل ما اطلع بدل ما اجي من الـ Occlusal Direction كده انا هاجي من الـ Gingival Direction انا هاجي مستخبي هعمل زي جنود اللصوص كده اللي بيجوا يمشوا من تحت لتحت وقوم ايه؟ ماسك في الـ Undercut بس من ايه؟ من تحت بدل ما اجي امسك في الـ Undercut من فوق من الـ Occlusal Direction انا همسك فيها من تحت من الـ Gingival Direction ويطلع لي نوع جديد اسمه Gingival Approaching Clasb يعني كلمة approach يعني اللي بيوصل Gingival Approaching Clasb يعني Gingival Approaching Clasb يعني Clasb او Gingival Approaching Direction اللي بيوصل من Gingival Direction اللي بيوصل من Gingival Direction ماذا يا دكتور؟ لان ده النوع الثاني لان انا عندي نوع اولاني اسمه Occlusal Approaching صح؟ انا عندي نوع اولاني اسمه Occlusal Approaching Direct Clasb اللي هو فين يا دكتور؟ اللي هو النوع ده؟ اللي حاتك شايفه هنا ده كده؟ نمسح بقى الكلام اللطيف ده او السهم دي بص كده ده Occlusal Approaching مش جاي من Occlusal Direction او جاي من فوق نازل تحت صح؟ من فوق اللي نزل لتحت يبقى ده Occlusal Approaching من فوق وهو كان موجود في Occlusal وهو الدراع بتاعه الاصل بتاعه والأورجن طالع من هين؟ من فوق ونزل لتحت يبقى ده Occlusal Approaching أمال الثاني جاي من أمال الثاني يعباره عن ايه؟ الجنجفل Approaching لأ تاني الجنجفل Approaching ده جاي كده هو من تحت وطالع لفوق هنا كده من تحت وطالع لفوق يبقى ده Occlusal Approaching فأنا عندي نوعين ويبقى ده Occlusal Approaching الاثنين اسموهم Direct Retainer ويبقى ده Occlusal Approaching ويبقى ده Occlusal Approaching الاثنين Direct Retainer ليسا يا دكتور يبقى فهمنا الاثنين يديني Direct Retention على نوعين نوع اسمه Occlusal Approaching ده لما انا مش خايف من الآثاتيكس ونوع تاني اسمه جنجفل Approaching لما بقى الآن شوية من الآثاتيكس طبعا فيه معايير تانية طبعا بخلاف الآثاتيكس بس انا بسهل لك الامور ويحاول ان احنا نبسطها ونتفق على اتفاقات من الاول طيب ايه علاقة ده بقى انت كنت معايير تحكي عليها انت اصلا كنت تشرح في سلايد اسمه Direct Retention ايه علاقة ده ده اقول له حالتك يا دكتور ببساطة علاقة ده انه احيانا الاثنينجفل Approaching او حتى الاثنينجفل Approaching يبقى مش قوي كفاية انه يديني Direct Retention يعني ايه انا عايزة او حد يقف يسند الباب عشان الرجل عمال يخبط ويرزع في الباب ده لو كسر ويدخل ايه يقولنا على الامل حاجة مش كويسة خاطئة فقامت انا جاي بواحد ضعيف طلق وقفه قدام الباب التاني او خبط الباب بالرجل ام رزعوا ورزعوا هما اللي كان في الحط اللي وقتش هال هو والباب يبقى دقي انا كنت سايبه عشان يعمل لي Retention عشان يمنع المشكلة دي ان تحصل ما قدرش يمنع ما كانش قوي كفاية قبل ما ده يحصل قلت له بقولك ايه انت هتطلع خد واحد معاك الواحد دي ساعدك انت الواحدك مش كفاية خد اخوك معاك خد ابن عم خد اي حد وطلع انتو الاثنين وقفوا مع بعض بحيث ان انتو تقدروا سوا تقوموا الانسيتنج فورس دي او الانسيتنج فورس دي انتو الاثنين سوا تقدروا تديني بس هتعملوها ازاي ووحد قالك انا اقف علباب على طول انتو انا لي orang inconsenne انا الاولاني الآخر قال ايه ساعدك قاله ايه تساعدني او zai ايه علاوه انا هقف distract فيبقى عندي مفهومين مفهوم اسمه Direct Retention ده دوره الاساسي ده اللي هتصدر على طول ده اللي ماسك في السنة بالحديد بتاعه ده ده الكلاسب اللي احنا جابناه هنا من شوية وقلنا لحضرتك ان ده اللي ماسك في السنة بالحديد بتاعه ده Direct Retainer سواء ماسك في السنة بالحديد بتاعه من فوق اللي هو Clusal Approaching أو حتى ماسك في السنة بالحديد من تاعه من تحت جينج فالعبروش الاثنين اسمهم Direct Retainer حل وحل ومالي المشكلة فين او الان Direct Retainer ده فين الان Direct Retainer ده قال له انا هساعدك بس بطريقة غير مباشرة وقال له هتعمل ايه؟ قال له بوبساطة فاكر لعبة الميزان اللي احنا دراح vinoها سواء زمان انا وانت ايام ما كنا بنروح الحديقة قال له اه ده انا لاPassت الحديقة من زمان اوي وقلوا وبقى يفتكروا ذكرات الحديقة مع بعض المهم من هنا الاندى قال له اياه قال تعال نعملها سواء قال له هتعمل ايه ببساطة؟ قال له تعال انا هفهمك هنعمل ايه؟ فاكر لعبة الميزان. قاد't اعبارها عن Hey!og She will do that one function. processing وقالب هنا او حديدة او حاجة اسمها الفالكرم دي اسمها الفالكرم وانا كنت بقعد الناحية دي صح انا كنت بقعد الناحية دي وانت كنت بتقعد الناحية التانية طيب وبعدين قالوا انا لما انا كنت انا بنزل لتحت كنت حضرتك انت بتطلع لي فوق لما انا كنت انا بنزل لتحت كنت حضرتك بتطلع لفوق طيب وبعدين قالوا ببساطة فاكر لو احنا حبينا نبوز الموضوع ده لو احنا حبينا نبوز الموضوع ده ايه اللي بيحصل قلت له لو انا جيت جبت قالب توب هنا او جبت اي كويتشة او جبت اي حاجة وقمت حطتها تحتي انا جيت جبتها هنا وقمت حطتها تحتي بالمنظر ده كده حالوي هتيجي انت تطلع لفوق المفروض بالتبعية انا انزل لتحت انا مش هارف انزل لتحت فتقوم انت متعرفش تطلع لفوق يقول له بص يوجد كل اللي انت قلته ده حلو قوي بس انا مش فهم منك اي حاجة ايه اللي انت بتقول انت عايز ايه ايه انت عايز ايه بالزبط قال له ببساطة تعال انفكر خارج الصندوق شوية يعني ايه قال له هو المشكلة في اينا المشكلة بتاعتنا في ريتينر سيبك من الباب بقى وقصة الباب والاتنين اللي واقفين ورا بعض انا بس بقى بفهمك ان فيه حاجة اسمها متى نشأ الاحتياج لما يكون الوحد الاستمار فانا محتاج حد يساعده حد ياسست معاه فاللي هيساعده وليساعده حاجة اسمها الانديريكت ريتينشن الانديريكت ريتينشن ده القاعدة بتاعته ايه او الفكرة الوراء ايه هي فكرة لعبة الميزان دي ببساطة هو المشكلة عندي في الفرتيكال انسيتين فورس ايه ايه المشكلة عندي في ريتينشن يعني اقول لي كده ما معنى كلمة retention كلمة retention معنى ايه يا دكتور ما انا عارفها خلاص vertical unceding force المقاومة ان الدنشر يطلع لفوق المقاومة ان الدنشر يرجى اطلع لفوق حلو يعني انا مش عايز اخويا ده ده احمد مثلا او ابتسام انا مش عايز ابتسام تطلع لفوق مش عايز ابتسام تطلع لفوق حلو حلو فقدامي حل من اتنين لما اقول ابتسام يا ابتسام امسكي في اي حاجة في الارض كويس بحيث ان التاني ده لما يجي يطلع لما يجي ينزل لتحت انت مسكي قوي قوي فما تعرفش تطلعي يبقى ده اسمه director retention او اسيبني من ابتسام خالص وهم رايح هنا حطت حتة قلب توب او اي كويتش او اي حاجة وهم حطتها تحت ده يجي ده ينزل لتحت مايعرفش فيقوم ده ما يطلعش الفوق طب انا اصلا عايز ده ما يطلعش الفوق انا خلتي ابتسام ما تطلعش الفوق فعلا بس بطريقة غير مباشرة ثاني انا عشان اللغبطة انا عارف انتو بتطلعبطوا من نفسك اساسا تعال نرسمها من الاول من غير اي لغبطة خلص ادي يا دكتور لعبة الميزان ادي لعبة الميزان ايه ادي لعبة الميزان بتاعتي وادي الفالكر انا عندي هنا ابتسام وعندي هنا مونا وعندي هنا ابتسام حالو جدا؟ طيب ايه ليه لا؟ الموضوع ببساطة انا مش عايز ابتسام تطلع الفوق الدنشر ما اخرقش من مكان وهو انضவத ه tat فيل امتسام امسك في اي حاجة في الارض مثل انت تحركي زوجك عند مونة وأقول لأوام حطت تحت المونة كده حاجة حطت تحت المونة حاجة تيجي تنزل المونة لتحت ما تعرفش تتمنع من الحركة لتحت فابتسام بالتبعية ما تطلعش فوق ويبقى ده اسمه indirect retention ده اسمه indirect retention يبقى أنا عندي نوعين حاجة اسمها direct وحاجة اسمها indirect retention يبقى كده يا جماعة مفهوم مفهوم يا دكتور يبقى تاني يا دكتور أنا عندي direct و indirect تعال بقى نطبق الكلامنا عندنا عندنا في الدنشاء طب يا دكتور هو فين لعبة الميزان اقول لحاجة لعبة الميزان موجودة بس انت اللي مش واخد بالك طيب ازاي؟ تعال تعال نطبق مش احنا اتفقنا مع بعض ان انا عندي حاجة في السنة اللي في النص دي اسمها الاباطمنتوس السنة اللي عليها artificial teeth تعال يا دكتور نعملها السنة اللي عليها الحديد تعال نعملها هنا تعال بص كده حضرتك تعال نشوف كده دي هنا الجزء بتاع دي السنة دي السنة اللي ركب عليها الحديد من الغاباطمنتوس دي هي الفالكرم الحديد هيبقى عبارة عن ايه جزء وراها اللي هو Erfolg or Dائin come capital y distal potential base ,جزء قدامها,هذا المكمل ذلك. يكون جزء قدام وهو مكمل قدام. دعوني حوه دال الهن его في ندلب وفي جزء قداما وهو وفي جزء ورا هذه الاباطمنتوس اللي بالنسبة له التمثلي فلكرام هي دي هنا فلكرام وووووووووهه ايه الأخبار من prime م familias هذه الاباطمنتوس هو فلكرام وهذا جزء وراها وعدها جزء قدامها حلو حلو الجزء الى قدامها احنا اتفقنا انه بتاع مونة صح الجزء ده هو ده وجزء الى الوراء هنا ده تعبتسام تمام حلو انا عايز ايه انا عايز الدنشر ما يخرجش من مكانه مش عايزه يطلع لفوق مش عايزه انا عايزه يبقى في ريتنشن حلو قدامي حل من اتنين لاما اخلي ابتسام دي تمسك بـ Direct Retainer من انحياده من انحياده تمسك في السنة كويس فيبقى عندي استحاجه اسمها Direct Retention اولا اجي انا في الجزء ده احط حاجه اي حاجه تمنعني الحركه التحت اى حاجه تمنعني الحركه التحت فلو انا منعت الحركه بتحت الجزء الى قدام تلك سنة الباطمنتوس دى بالتبعية امنع الحركه الفوق في الجزء الذي قد ات worries Should sound ثاني استعمى ايه اتنين تكون لعبة الميزان الاباطمنتوس تRhame كان كل لعبتي في الجزء الى اولا bud desire ده الدنشار بيزلال فريند سادل انا مش عايزها تطلع لفوق قدامك حاجة من اثنين لا اما تيجي على الجزء الورا ده وتمسكه خلي فيه كلاسب قوي يمسك في السنة يفرد كلاسب الواحد ومش كافي محتاج حاجة تساعده حاجة اسمان ديركتر تنشان عبارة عن ايه تيجي في الجزء اللي قدام ده هو وتحط حاجة تمنع الحركة التحت طب ببساطة ايه الحاجة اللي تمنع الحركة التحت ركز معي ايه الحاجة اللي تمنع الحركة التحت طب بساطة ايهEO رست ستمنع الحركة التحت حاجة ا께 به را اشاهد تريد الحركة که هذه الرستäre هذا الرست مكتب ستمنع الحركة التحت لكني دكتور لم يلك هي الرست دي اسارة طب برا người وال kedua التي تنسل تحت لما يكون اللود نازل لتحت هي هتمنع الحركة لتحت فاتديني support امتا الريست تساعدني في retention؟ المفروض ان الريست ما خالص متساعدنيش في retention امتا الريست تساعدني في retention في حالة واحدة بس حالة ال indirect retention ازاي؟ انها تكون ادام فالكرام بوينت فالكرام ان الريست تتحط قدام فالكرام بوينت في الحالة دي بس تساعدني في retention ازاي؟ ببساطة لما الريدونش هريج يخرج مكانه الجزء ده عايز يطلع لفوق الجزء ده عايز ينزل لتحت يتحط الريست تمنع الحركة لتحت فتمنع حركة ده لفوق ويبقى انا كده عملت الريتينشن بطرقها غير مناسبة يعني انت عايز تقولي يا دكتور ان المنظر الذي قدامي دي فين وعين من الريست فيه هدف هدفها الصبورت بشكل مية في المية وفيه هدف ثانية برضه هدفها الصبورت برضه هدفها الصبورت بس اسمها الأجزيلاري دي اسمها الاكسيلاري ريست دي اسمها الاكسيلاري لكن دي اسمها المين ريست اللي موجوده ع القابط من توس اسمها المين ريست اما التانية دي موجودة قدام اسمها الاكسيلاري ريست وما لفكره فى اسمها ببساطة الاحيال تلعب لعب الميزان الطبيعي الطبيعي mind rest هدفها الصبورت وادئها تجدني صبورت وادئها نصبورت دي لقاس الموضوع هل تجري نجرب الريتنشن ذا ما لهش اي دور في الريتنشن ما فيش اي دور من اي نوع في الريتنشن دهيئة لانها عالفع الكرة بوئدهي عن السن وستعمل لى اى حاجه في الريتنشن المنى الذي يعمل لي في الريتنشن هومن ينزل لتحت ما يعرفش ينزل لتحت ده ما يطلعش الفوق اسمه الريتنشن يبقى بالافتراب بتعاين نراحي الصورة والصورة واحدة ان شاء الله هتتكلم وتفهمك كل اللي انت عايزه ولو لسه فيه عندك التباس بص يا دكتور ايه الفرق بين الصورتين ده ايه الفرق بين دهو ده تعال نكس في دي الاول تعال نبص على دي كده دي الواحدة بص هنا ايه اللي بيحصله قدام حضرك ادي الدين شربيس اللي وراه عايز يطلع لفوق حلو حلو دي هنا البوينت اوف فالكرم اللي هي على لقبات منتوس الاوكلوزرست بتاعتي والكلازب هل الاوكلوزرست دي هتمنع الحركة لفوق من اي نوع؟ لا ملاش اي دور في التنشان دي المين المين اوكلوزرست ملاش اي دور اطلاق والكلازب مش قادر يعاني يا ولدا لواحده مش قادر يعمل حاجة طيب نجي نبصوا قدام كده حتة الحديد دي نزلت لتحت حتة الحديد دي نزلت لتحت في اي مشكلة كده؟ لا تعال نبص على الدزاين التاني نفس الدزاين الاولاني بالزبط كل اللي انا عملته ايه؟ جيت هنا من حتة الحديد دي وقمت مطلع كده حاجة ريست وقمت على السنان اللي قدام ريست حطيت على السنة اللي قدام ويه اللي يحصل؟ اسمها الأوكزيلاري ريست ريست دي زادت وقمت على السنة اللي قدام ووظيفتها ايه؟ اوكزيلاري ريست ويهل يحصل؟ الدين شرد يطلع لفوق الاوكلوزرست دي مش هتعمل لي اي حاجة خالص الكلازب كان لواحده يا ولدا زودنا له دي المفروض دي ينزل لتحت الاوكلوزرست دي على الأسنان الانتيريور مش هتنزل هتقول له هاي حفين؟ من زمنت؟ انا ريست عدلك انا مش هتحرك لتحت فانت مش هتتحرك لفوق فانا كده كريست اديتك ريتنشن بطريقة غير مباشرة يبقى ثاني مين يديك سابورت المين ريست؟ مين يديك ديريك ريتينر الكلازب؟ مين يديك ديريك ريتينشن؟ الاوكزيلاري ريست سمع بتقول ايه؟ الاوكزيلاري ريست كلام واضح؟ صريح؟ مفيش فيه التباس مينفعش تخلط بين الامور وبعضها اللي هيقول لي ريست عموما هي بتديني ريتينشن هياخد صفر ريست تدي ريتينشن؟ ريست تدي سابورت لكن تقول لي اوكزيلاري ريست في حالات الروتيشن انه جزء الدينشن اللي ورده يطلع لفوق والجزء اللي قدام ينزل لتحت تديني ريتينشن اسمه ويبقى انت كده كلامك مزبوط تمام؟ يبقى انت كده ايه؟ كلامك مزبوط يبقى لازم يصطر الله يبقى كلامنا واضح وصريح لا يحتمل الالتباس لا ينفعش تدخل دي مكان دي ولا دي مكان دي خلاص كده اتفقنا؟ خلاص كده اتفقنا طيب احنا كده قولنا وقلنا ديريكت ترتينشن وقلنا ديريكت ترتينشن وكل قطعة من القطعة دي مين بيتدهل يبقى احنا كده بنقول الوظائف وبنقول الموظفين اللي يبعونو الوظائف دي عظيم عظيم حاجة جديدة اسمع الاستابللتي الاستابللتي احنا عارفينها من السنة لفاتن او من خلال درستنا استابلتي او دكتور معناها ببساطة ان المقاومة او الممانعة للهورزونتال فورسس او اللاترال فورسس او او الفورس اللي بين الجنب استبرته الهورزونتال هنا هيبدأ نتكلم عن الفورس الهورزونتال اقولك كلامك صحيح بالضبط لكن انا حابب ان انت تضيف جملة كده غريفة لما تيجي تعرف من قوة الاستابلتي هي المقاومة الروكينج مقاومة دكتور الروكينج يعني انGoldEr passions يعني ماذا عنdire bungal inspired هي المقاومة انتكون الفورس المقاومة للفورس المقاومة او أيom s اعني مثلا ات revolver المقاومة كلمة فورس الفورس التي وتجي اكل gemacht هذه الber테ak اللي هي الخلاف الرب CPU ال쪽 الوisol الصلاف اللي ممكن تقلب الدنيا و committing مكانه او تحركه او تقلب و الناحكم يشروع نح languýn اسمها الرو Birds و المقاومة لها تعتبر estabiliti فهي الامع type هو مقاومة بدón شرع قدام ور mig و مقاومه بعد ضغط المكال و مقاومة بدون شرع بالجنب او قدام ورائل وفيرتكال حجزت للصبورت والريتنشا ورزونتال معك بقى استابلتي وربنا معاك ومعنا ومعا الناس كلها طيب يا دكتور يبقى ده فهمت كده مفهوم الاستابلتي وهي المقاومة للحركة بالجنب عظيم عظيم مين يديني استابلتي تتوقع كده مين يمكن يديني استابلتي اولا دكتور كل الحديد اللي بالجنب اللي موجود على البكال و اللي موجود على اللينجول ده هيدي استابلتي نعم ما هو موجود على البكال يعني مش هيخلي دينشر يتحرك بالجنب وموجود على اللينجول يعني مش هيخلي دينشر يتحرك بالجنب كمان الحديد الموجود على الهارض بلط و موجود في الفيستبيول كل الحديد ده موجود بالجنب ي يجي توتحرك بالجنب مايعرفش كمان يا دكتور دينشر نفسه مش overly advantage With brain ومهلا همő fancy Когда you age RankY فده كل ده بيساعد علي استابلتي ما هو بقى مفهوم البريسنج والله يا دكتور انت كترت علينا الحقيقة انا كنت تفكر بموضوع بسيط وسهل وكلمة ونص ويعدي كده ايه كل الحاجات دي اقول لحدك ان شاء الله بسيطة الحاجة في اولها تكون ممكن تكون صعبة لحد ما تفهمها وعندما انها بدأت تفهمها وبدأت استعاب كويس جدا بتبدأ الحاجة تكون سهرة وبسيطة معنا ويبسرة وده احنا بنحاول نعمله مع بعض عشان كده بنكتر كتير في الشرح ونكتر كتير في التفاصيل عشان كل ما تفهم اكتر كل ما يبقى احسن لك في الحل وكل ما يكون احسن لك في الحفظ وكل ما يكون احسن على المدى البعيد فده هدفنا من ان احنا نزود لحداتك شرح عشان استعاب حداتك يكون افضل بكتير جدا جدا من مجرد ان كترة كلمة وتعديها وخلاص طيب ما معنى البريسنج البريسنج ببساطة ده كترة فاكر تخيل كده معي انا جيت لحد فيكم وقابلته كده على باب الكلية فسلم عليك دكتوري شام ازايك من عار الكلية والله الامر انا عارف الطلبة يعني كده كده ما يجرىش حاجة احنا كلنا يعني اخوات يعني انت تمدحني شوية انا مدحك شوية الدنيا تمشي فالمهم المهم انا قابلتك قلتلك ايه والله انا جاي لحد في الفرقة الثالثة فانا عايز حضرتك تدخل تجي عايز فلان من الفرقة الثالثة فانت قمت داخل قابلت حد من الفرقة الثانية وقلت سألته انت في كل الطب اثنان قالك اه تمام تجي معي الدكتوري شام عايزي فى من فتألته اهلا بحضرتك اسمين ايه من الفرقة الثانية او قلت له انا عايز بعض البراية في الفرقة الثالثة انت وانت مش عايز دكتور أثنان مدى دكتور أثنان اقول دعي فرق ده دكتور آثنان والذي في الفرقة الثالثا بئرده دكتور آثنان بس دكتور بفرقة الثالثة ده مرز بالصفة اكثر يوم انعاذ الكلم ده انت بتحكيل حسنك نجي اقول لنا حدوتي ان الفرق بما بين ال- spraching وال- estability هو في فرق ما بين كلية طبه السنان و الفرقة الثالثة ال الي cóiane instance هو مفهوم الأكبر هو مفهوم كلية الطب الأسنان هو المقاومة لأي ر SegdamnArch! سواء كانت Weirdkas سواء اي مقاوما اي حد في طب اسنان اسمه فرقة اولى ثانية التالتة اي مقاومه cent Также ت tamam ان انا قاومة Fu People وحق التوزح нравится الفرق بين zug Stability وببساطة البرأس لك يمكنني أن اضيفها كأني ككل Stunde تزدしょ zeigt ولكن يبقى عندي خلل في جزء المديولاترال كده يعني انا زبطت الروتشنال وزبطت الفانكشنال وزبرت الانتو بستيرر لكن جيت على المديولاترال كده فعندي مشكلة وعندي خلل فيها فزودالها حاجة مخصصة لها يسموها البريسنج اننا يكون عندي حاجات او موظفين مسؤولين بس عن المديولاترال المقاومة لها ده اسمه البريسنج والبريسنج ارامنت طب مين يديني بريسنج يا دكتور هتلاقي في مكتوب كده حاجات لطيفة جدا اسمها الرسط الماينور كونكتور البريسنج عرب حاجات لطيفة كده وانت مش فهم اي حاجة منهم ازاي دكتور ازاي الرسط يديني بريسنج ازاي الرسط يديني بريسنج هقولك دهوقتي حلقة انا عارف انت بتحب تفهم كل حاجة هي مش الرسط ديه دكتور متصنع زم حدك شايف كده يعني هي متصنع كده صح ؟ دي الرسط هيا يعني عشان تصنع هو الحديد ده عشان يتصنع ازاي عشان يتحط كده بيتحط ازاي انت متخيل ان هذا الحديد ده بتحط فوق الاسنان على طول يعني انت متخيل ان احنا بنجيب بوق المريض عادي كده ونقوم حاطين كل عملك ده فوق بوقه ولا بنعمل ايه لا مطبيعا لو احنا حاطيننا الحديد ده او المتال فريمور كده بوفل الى مقرد من غير اي حاجة المريض مجرد نقيف البقه هيحس بحاجة عالية وما انحنا بنعمل ايه من نقل فيها بنعمل للسنان الراكشن دكتور مش انت قلت برشل على خلاف الفيكسد ما بتعملش في الريدوكشن اقولك اه الفيكسد بنبرد السنة كلها بنقدم بنعمل الريدوكشن السنة كلها داير ميدور ونبرد كل الوغولز باكالولينجوالميزيالوديستالوكلوزل ونعمل فينش لاين ده الفيكسد لكن هنا انا مش هبرد كل الوغولز انا هاجي ايه انا هاجي على الوغولزل بدل ما هو ماشي كده اهم جاي كده عامل فيه كافيتي زي الكافيتي بتاع كلاس 1 وقم حاطة فيesh شوية حديد شوية حديد كده نحط فيه شوية حديد كده وسامي الحديد ده اوكلوزيرست وسامي الحديد ده ايه دكتور اوكلوزيرست ايهرف برضو ماشي تمام الرست دي لها ضرين المين رول بتاعها انها تقاوم الحركة التحت هتقاوم الحركة التحت فهتدينه سب بورت مقاومة الحركة التحت دي هيِّسب بورت صح ا Reggdmm gecesver طيب ايه راعيك لما الرست دي تكون مبروضة كده وفيه جنب ده وفيه الجنب ده لما تيجي يحصل أي حركة من الجنب مش ممكن تساعد شوية في مقاومة الحركة بالجنب اه يبقى ريست تساعد بدرجة بسيطة قوي في مقاومة الحركة بالجنب ببساطة يا دكتور اي vertical component واقف vertical يقاوم الحركة بالجنب اي vertical component واقف vertical يقاوم الحركة بالجنب دلوقتي انا عايز اغبط الشاشة دي او عايز اغبط الحيطة مش اغبطها طبعا عشان انا تجنننا ولا ايه ندفع فلوسنا بيك إلا اي عايز اتحرك كده من اللي يقاوم حركتي كده دلوقتي لما عاوز اتحرك كده مش دي حركة بالألو Arms من اللي يقاوم حركتي كده الجدار او الشاشة اي حاجه وافه اي حاجه واضح صح؟ بتبني ان هاد جدار او الشاشة ابون اروافamo بالجنب occ نحنل العاش بهم تبقى الاروسنا بب засمت exhale هذا هو القويم سوف تقوم الحركة Hallo دصلي esp down سوف على قويم سوف تقوم الحركة هذا ما أوقف هذا ما شاهدوه فاأماli entend cuz ما الرست هي كمان وقفة كده بين اثنين وولز ادي الرست هاي ادي الرست بين اثنين وولز باكالولينجوال اتقوم الحركة بالجنب يبقى ادتني limited degree of bracing وما ليطلع ايه الbracing ارمدة فاكروا دكتور الدراعين اللي انا كلمتك عنهم مش انا كان عندي دراعين هنا مش انا كان عندي دراعين الدراع ده اسمه التنتيب والدراع ده اسمه الريسيبروكل صح لحين نشرح لكم أن ال booster cddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd لما تبقى الفرس للفوق يعني الفرس التقنص للخارج للتخارج IllOK و تخيل الذئب للتطبيق بعدين يحزي بالجنب في الديني بريسنج يعني ده برضه نطلق عليه بريسنج ارم لأ لا ماينفعش ده اسمه ريتنتف ارم بس يا دكتور مش انت قلت انه بديني بريسنج اه ده بيني وبيناك هو بديني بريسنج لكن احنا سمينا ريتنتف امال من البرسنج ارم هو اللي عن ناحية التانية ريسوبركال ارم اندلع نقول عليه ريسوبركال ونقول عليه بريسنج طب معنى كده معنى كلامك ده انا بتوقع كل اسئلة اللي بتضرق في ازهانكم وده اجاوبكم عليها عشان انا عارف السؤال لما بيجي في النفوخ وما يجاوبش بيبقى حاجة يعاوزوا باللمشتر جيم يعني طب معنى كده ان البرسنج هي البرسنج مش انت بتقول ان البرسنج ارم هو البرسنج ارم مش معنى ان البرسنج هو البرسنج هو ايه الفرق ايه الفرق من البرسنج والبرسنج والستابللتي ومعوش ايه ببساطة قبل ما تبدأ تتوه وتدوخ معي كده واتدوخني معك ثبت المفهم الاساسيه عندك مشكله ماتنج لأ عندك مشكله مع البرسنج عندك مشكله مع البرسنج يعني لسه ملاذ ومشالمイ asking انتم أكملė ام Stabilty انت انت من edge فالفرقة الثالثة عايز سيكشن دال او سيكشن باق حددتلك سيكشن بعينه يعني هتجيب لي باقي السيكشن اي طلب في الفرقة الثالثة اقولك لك انا عايز سيكشن معين انا عامل سيكشن دا كوز فانعايز السيكشن دا بس يبقى انا محتاج حاجة موري سبسيفك او رسيبروكيشن دا موري سبسيفك طب انت بتحكيلنا المثال دا ليه؟ ببساطة عشان افهمك ان الطالب بتاع سيكشن دال دا هو طالب في الفرقة الثالثة فده جزء من دا وهم الكل طلبة في كل طبق اسنان فده جزء من دا يعني هو مفهوم كبير وعملين يصغره او مفهوم صغير وينكبره بمعنى الاستابلتي كانت المقاومة لأي هوروزونتال فورس في اي اتجاه قدامه وراء يمين وشمال هي استابلتي لما حددناها وعملت لها وخلتها مقاومة يمين وشمال بس هوروزونتال فورس طب لما حددتها اكتر وقلت لك انها اسمها رسيبروكيشن مقاومة للاترال فورس برضو يعني انت لو جيت بص كده على رسيبروكيشن هي المقاومة للاترال فورس هو انت بتدواخني معاك ليه؟ قالك لا انت فاهم غلط فاكر يا دكتور المنظر دا اسمه ايه؟ المنظر دا اسمه ايه؟ اسمه الكلازب اوكلوز الرست ادي الرست وده اقولت لك من الاول خالص اسمه الريسيبروكيشن يعني ايه بقى الريسيبروكيشن مقاومة لك ببساطة احنا احتياجنا الريسيبروكيشن مقاومة للحظة الاول انا مكنتش محتاجه لانه هو اصلا ما بنزلش في اندركات تاني يا دكتور معلش مش انت قلتلي اي دراع اي دراع كل اطلع وهو حتي يعني عند طلع الريسيبر random الميكوش في付امك الريسيبروكي هو غامل حتى ذلك ولكن اخه من ام ياتي بمعناء هو طالع من الريسيبروكيشن شايف الفرق الرهيد بينهن ؟ شايف الحديد هنا ماشى وقد نزلتمنى في العابة خدمتها X رايح للسيرفايكال وانسيرد رايح يمسك في الاندر كت رايح للاندر كت حال وحال قمال ده مين؟ ده ده فضل في نفس الليفل تقريبا فضل في نفس الليفل منزلش التحت ده رايح فين؟ رايح للهوريزونتال وانسيرد للنص مش رايح في اندر كت ايه الدليل اللي اثبتلي؟ هتعان بص علي وانا اجيب لك نمازج سلسل الابعد يعني هبقى منصورة كده بص كده هين الاندر كت ؟ الاندر كت تحت الاندر كت تحت هو فين؟ هو فوق خالص ده فوق هو ليه علاقة بالاندر كت؟ طب راه었от الثاني اقولك ليه مسال تانى فين الاندر كت�� الاندر كت تحت هو فين؟ هو تحت يبقى مسال ازاي بعض طب ايه الوزيفه؟ ميه الوزيف؟ يعني الريسوبرو Kommun ده ما ليلانش ريتنشان؟ يعني ما بلندسكش فقط هو كمان يبقى مدريك جزء من الدركت ريتينرا ويلب以第三نتر ولا علاقة بالحياس ولا يعطي TOP ولا أريد أي وعد تقلق من التفاعل ما معمول هي هذه يقتبط به وهذا شيء خاص قوي 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 بمعنى يقول لك الاحتياج له نشأ لما عملنا الكلازب من غيره بمعنى لما كنا نعمل الكلازب من غيره ويبقى الكلازب عليه ريتنت في قرمي بس يعني اكلوزر ريست طلع منها دراع واحد رايح في اندركات ومسك في ريتنت عشان يديني ريتنتشن لقينا ان السنة دي مع الوقت لما مريض عمالي يحط الدنشار ويخرجه وفي ادراع كده مسك السنة من بره ايه لا يحصل في السنة؟ لان السنة يحصل لها تورك يعني تتحرك من ناحية الـLingual Aspect وفي ادراع مسك عليها من البكر العمال يضغط عليها يضغط عليها مع الوقت تبدأ تتحرك ويحصل فيها stress وتتحرك ويحصل لها Mal-alignment يحصل فيها stress وتتحرك ويحصل لها Mal-alignment عظيم يا دكتور عظيم عظيم ان distancing فاقول لحظεί . انا محتاج حاجه تقووم ليريتنتف الترنتف يعني عندما الدنشاء يدخل ويخرج ده دوره طيب ليه سايد افكت انت بتاخد الدواء عشان تعالج بطنك او عشان تعالج المغس او عشان تعالج اي حاجة ليه سايد افكت ايه سايد افكت بتاعت الريتنت فقارب انه طول ماهو طالع ونازل وطول ماهو موجود وصاند على السنة بيخلي السنة كميل بالجنب هو ايه علاقة ده بريتنش انا عايزه قوم الحركة الفوق والتحت هو فعلا بيقوم الحركة الفوق والتحت لكن هو داخل وخارج يضغط على السنة من الجنب فهنقوم نقومه عايزين نقومه ايه into acae effect نقافك عند حدك نحط له ريسيبروكالارم نحط له ايه يا دكتور ريسيبروكالارم دراع يسنن على السنة من النحية التانية ايه انت بتضغط عليها من النحية دي وانا اقوم حركتك من النحية التانية انت تضغط عليها من النحية دي وانن نحية التانية طب اي انت دورك يا ريسيبروكالارم اقول لك لا بدليل ان انا مش نازل في undercut انا اصلا فوق height of contour فاكر height of contour اللي انا حطى طولك انا عندي height of contour back or height of contour lingual retent of arm هينزل تحت height of contour back retent of arm مش محتاج منه retention هيبقى فوق height of contour هيبقى في horizontal one third فلما تيجي تعمل كده مقاطع هتلاقي retent of arm في cervical اما retent of arm في horizontal في middle اللي انا انا اسف يا ده كترة في middle one third مش horizontal one third horizontal ايه؟ middle one third مع عزارة يبقى هو موجود في ايه حاجة غصبن عني مقى الموضوع غصبن عني موجود في middle one third عظيم طيب ده دوره يبقى انت اسمك ايه اسمك ايه اللي موجود انت في middle one third انت اسمي الريسيبروكال انا دوري اعمل ويطلع ايه الريسيبروكاشن هي مقاومة اي لاترال فورس؟ لا اللاترال فورس اللي طلع من ال retentive arm اللاترال اللي طلع من ده خرتيت ده انا كنت جلب عشان يساعدني طعني من الجنب انا اسمي ريسيبروكال ارم واحيانا بساعد في الستابلتي برضو بجملة اللي بساعده في الستابلتي انا ماشي كده لقيت الناس بتساعد في الستابلتي انا دوري مقاومة اللاترالستريس عموما بس بشكل اساسي انا جاي عشان دهار جاي عشان ال retentive arm انا عندي ثلاث انواع من مقاومات اي لاترالستريس اي طلب في الطب اسنان ده اسمه مقاومة اي لاترالستريس في اي نوع اسمها استابلتي يعني الريسيبروكال ارم يديني استابلتي هو مش بيقاوم الريسيبروكال ارم انا عندي مشكلة كبيرة جدا فنطلب الشرطة اي حاجه تقوم الترالي فورصار و اسمه الريسيبروكال طيب لقى ده احنا لاقينا عبوة غريبة و ما عرفش ايه فاحنا محتاجين فرق التدخل خاصة عشان حاجه مخصصه شوي فنعمل مستوى اعلى و نسميه الريسيبروكال سيقوم اللتر بالجنب فتاة جبنا فرقة الخاصة دي لقيت العبور الغريبة دي طلعت قنبلة فنحن محتاجين مكافحة القنابل ده حاجة مورس بالسفك حاجة عشان دي بس سيبنا بقى من المجرمين و سيبنا انا جاي عشان القنبلة لا نشدع بقى حاجة تانية القنبلة هي جزء من المشخيلة بس انا جاي السبسي فك لها ايه بقى؟ اسمي استفك اكثر ده بتاع السيكشن ده جاي عشان ده بس هو اساسي بس ما هو مقاومة Lateral Stresses اعتبرها Bracing عشان كي يسموه Bracing Arm ليه لان مقاومتي Lateral Stresses بتاعترت انت في Arm هي مقاومة Lateral Stresses فيسموه Bracing Arm ويسموه Reciprocal Arm بس الاسم الدقيق Reciprocal Arm قلت عليه Bracing Arm همشيها لك واعتبر عليك صح طيب قلتني انه هو Stability Arm اقول لك لا مفيش حاجة اسمه Stability Arm هو بيشارك في الستابلتي كده بيني وبينك وخلاص تمام عظيم عظيم اذا انا عندي مفهوم Reciprocation المفروض يكون واضح لحد عكم يا دكتور وانت طولت ليه في شرح الحاجات ده ده كلمة ونصة في الكتاب اقول لحدك يا دكتور لان كل جزء من الكلام ده هو Chapter في المناك يعني انت عندك Chapter اسمه Support Rest and Rest Seed عندك Chapter اسمه Direct Retainer عندك Chapter كامل اسمه Direct Retainer Chapter كامل وعندك Chapter تاني اسمه بيتكلمك عن Reciprocation وعندك كل جزء من الحاجات ده هو Chapter فانت تفهمها من دلوقتي لما اجي اشرح لك ال Chapter الدنيا هتبقى سهلا معيك وبسيطه بس انت حط المفاهيم ده في اساسي معي لما تيجي تعرف Definition بتاع Reciprocation وتحطي بولي Define يا دكتور Reciprocation هو مقاومة Lateral Stresses غلط صف مقاومة Lateral Stresses اللي طالع من مين يا دكتور اللي طالع من Retentive Class B-R يبقى انا جاي على Retentive Class B-R طيب انت بتطلع اللهم صلى الله عليه وسلم انت بتطلع Lateral Stresses من Retentive Class B-R لما يجي Retentive Class B-R لما يجي نشيله بدين شهر ونحطه في مكانه ليه اشمعنا مش المفروض ان انا عندي حاجة اسمها height of contour ارسمها لك فين انا عندي حاجة اسمها height of contour صح؟ انا جيت حطيت هنا حطت حديث هنا في الـ Undercut اه ما هم حدش سألني فيكم لما يجي الدنشقر يخرج ويدخل مش المفروض ان هو يعدي على height of contour دي انا ضيق خالص المفروض لما يجي اطلع وانزل هعدي على height of contour اللي هو الكرش الكبير فالمفروض اوسع وارجع عديق تاني اوسع والمفروض ارجع عديق تاني وهو بيوسع ويديع عشان يدخل ويخرج كده بالطريقة دي بيضغط على السنة في height of contour لان هو حجمه صغير حجمه صغير ماسك في السنة من الـ Undercut ماسك في السنة من العنق ماسك في السنة من العنق هدوم ماسك اوي اوي على رقابتك هيبقى سهل اوي تطلعها او صعب انت تجد ان تشعلق في مناخيرك وتضغط على اودانك ويا ماما شدي ويا بابا شد صح بيحصل لانها مسك اوي من الرقابة طب لو واسع ماسك من الرقابة ماسك في الـ Undercut من تحت مشكلتي معاه لما يجا طلعه ونزله هيمسك اوي في وشي فيعمل لي لاتراستريسس على وشي او يعمل لي لاتراستريسس على السنة فتنشأ هذي لاتراستريسس فهم انا عامل ايه؟ عامل حاجه تقاوم هذي لاتراستريسس واسميها فلما تيجي تديه الـ Definition تديه كامل شوف يا دكتور الفرق اثناء الـ Complete CD او كده لسه بينزله هو فوق اوه يجي هنا ضغط قوي 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 ضغط علايته في كونتور لانه هيجي يبات في الـ Undercut فاخونا ده بيبات في الـ Undercut بمانظر حدك شايفه ده هتقول لي يا دكتور ريسوبروكال أرمي نزل معاه لتحت اقولك ان الصورة ده غلط ريسوبروكال أرمي اخره الميدل سير ده بس هو مش غلط قوي لانك انت اصلا لو لاحظت يعني انتو فيلكم اللي بياخد باله انا بحب الناس تاخدنا لها بالتفاصيل بس خد بقى لكم التفاصيل اكتر ما بص على الـ Black surface كنتور ده صح؟ هو ده طبيعي؟ يعني المنظر ده طبيعي؟ لا مش منظر طبيعي دي حاجة اسمها الـ Guiding plane احنا اللي بنعملها موضوع كبير بس واحدة واحدة هيسهل مش مطلوب منك تعرف يعني انا بلفت انتباهك بس عشان انا عارف ان فيه ناس بتفكر خارج الصندوق شوية في حاجة اسمها Guiding plane انا اللي بصممها عشان نحط ريسوبروكال أرمي ونحطوش على السنة بشكل مباشر بنيجي على الـ Lingual surface بدل ما هو بدل ما هو عامل كده ببرده واخليه vertical عشان يبقى حركة ريسوبروكال أرمي سهلة خالص عليه ويبقى دوره الوحيد ما هنا لو لسه لو هو فيه كمان بقى height of control و lingual height of control يبقى انا عملتش حاجة يبقى ريسوبروكال أرمي برضه هيجي يوصل height of control ويخرج ويدخل برضه انا عايزه فلات خالص عشان طول ما هو اف اي level يتحرك زي شريط القطر كده بقاوم الـ Retentive انا جاء عشان مقاومة الـ Retentive فبنبرد الـ Lingual aspect ونخليه فلات بالمنظر حياتك شاهده ده حاجة اسمه مش قصيتك دلوقتي تفهم المهم تبقى عارف بس يعني يكفيني منك دلوقتي لحد اللحظة انك تكون فاهم يعني ايه Direct Retainer يعني ايه Retentive Arm يعني ايه يعني ايه كل الكلام اللطيف في الظريف ده نقف على حاجة اسمها Cross Arches Stabilization انت قل تعالنا بمرة فترة الدكتور والتي ببساطة ان الدنشر ممكن يكون على شكل من اثنين او البرشة الدنشر على شكل من اثنين اما يكون Unilateral واما يكون Bilateral Bilateral يعني نحيتين مفقود في النحيتين احنا بنعمل او حتى مفقود في نحية واحدة بس اخلي الدنشر يروح للنحية التانية بالطريقة دي بمعنى Cross Arches Stabilization الامر اشبه بفكرة المصطرة انا عندي المصطرة ايه بالطريقة دي لو انا حبيت اضغط عليها كده هتتخرك طب لو تنتها وقمت عامل لها نحية التانية بالمنظر ده كده جي تضغط على الجزء ده جي تضغط عليه مش هتتحرك ليه عشان اخوه نحية التانية منع حركته دي نفس الفكر الجزء ده من الدنشر لما اضغطه كده مش هتتحرك ليه عشان اخوه نحية التانية عامل Action بتاع المصطرة هم متوصلين ببعض اه متوصلين ببعض بحاجه اسمها Major Connector هنقول لك حتة حديدة هي موصله للنحيتين ببعض يبقى حتة الحديدة دي الموصله للنحية اليمين من نحية الشمال بيتاكت ازل مصطرة حاجه اسمها Cross-Arch Stabilization وعشان كده مستحيل بنعمل برشالدنشر في نحية واحدة انت لو عندك سنة واحدة ميسنج في نحية واحدة يتعمل لها Implant يتعمل لها Fixed يتعمل لها برشالدنشر على النحيتين تخيل كده ان كل السنان هنا كل السنان موجودة الميسنج عندي حاجه واحده بس الميسنج هي أبر 4 هنا يتعمل برشالدنشر لها تعمل فكسد هتقوم اطلع من هنا Clasp يمسك في الكنين و Clasp يمسك في ال5 وتعدي الناحية التانية بشوية حديد Clasp يمسك في ال6 و Clasp يمسك في ال4 كل ده 4 و 6 ما لهم بالموضوع ما ليش دعم الحديد لازم يلف على النحيتين كلهم ويمسك في ال4 سنات سنة هنا وسنة هنا وسنة هنا وسنة هنا حديد يمسك في ال4 سنات ده في حالات كلا انا بس بتكلمك عن حالة Clasp يمسك في ال4 سنة واحدة عشان تعمله صح يتعمله كده تقول لي ده شيء غريب طبعا ولك ماشي هو شيء غريب بس هو ده اللي يتعمل عايز تعمله صح يتعمل كده يبقى مش هنعمله خالص ونعمل اللفة دي عشان اروح الناحية التانية لها وظائف كتيرة جدا واهميات كتيرة جدا منها cross arch stabilization ان الدنشار يكون موجود في نحيتين هيحمي الناحية دي من انها تنضغط بسبب وجود الدنشار في الناحية التانية وده حاجة اسمها cross arch stabilization يادة كدر ان شاء را اختغلكم مرة اللي فاتمة طيب ايزا كده انا فهمت ايه هي الوظائف واللي احنا محتاجينها في البرشن الدنشار واللي احنا محتاجينها في الشركة اللي احنا نفتحها وانت بص كده على الموظفين هتلاقي عند حدك الريست اللي بتعمل support هتلاقي عند حدك ال direct retainer اللي هو رتنت في class bar هتلاقي عند حدك ال indirect retainer اللي بتعملك ال auxiliary اللي هي ال auxiliary هتلاقي شوية حاجات تانية هي اللي فضله الدنشار بيز والميجور كونكتور ومينور كونكتور الحاجات دي بتاعت الحاجات دي كلها بتعمل الكامدة اه بس فاحنا هنشرح الوقت ال component فضوء الوظائف اللي احنا شرحناه موسيقى 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 موسيقى